تواصل وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 95 قضية تموينية بمضبطات لأكثر من 88 طن وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط 38 طن سلع سلع وفي مجال البيع بأعلى من السعر الرسمي تم ضبط أكثر من 27 طن أما في مجال السلع على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 10 أطنان سلع أما في مجال البيع بأعلى من السعر الرسمي لمواد البناء فتم ضبط قرابة 14 طن أسمنت